قامت وزيرة تضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار باسمارة بإعطاء انطلاقة عدد من البرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة بالأساس لتجويد الخدمات الموجهة لفائدة النساء والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة السيدة حيار قامت خلال زيارتها لمدينة اسمارة بتجشين المركز الإقليمي لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بحي الوحدة كما تفقدت مركز العصبة المغربية لحماية الطفولة ومركز السمارة للتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة هو مركز كيف فعل حلقة تكفل للنساء ضحايا العنف اللي هي واحد شراكة يعني داخلها في إطار شراكة ما بين وزارة تضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة ومجلس إعلان مراكش الذي استصر أسوء سمو الأميرة جليلة للمريم فكالتزام يعني أننا كوزارة أننا نخلقوا عدد 82 فضاء مساعدة الوظائف في المغرب هذه السنة بالمغرب الوزيرة ترأست بالمناسبة حفلا بالمركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية صعبة تم خلاله توزيع شيكات على المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة فضلا عن تسليم شهادات التخرج برسم سنة 2021 وكذا توزيع كراس متحركة على الأشخاص في وضعية إعاقة